سلام اليوم نعملوا تكملات صفات الشخصيات بالنسبة للرجل من بعد ما عملنا صفات الشخصيات للمرأة اليوم راح نطرق بعض الشخصيات من قبل حكينا على الرجل الألفة اللي خصصت له بودكاست وتحذتنا عليه في آخر لايف عملته اليوم بش نحكي لكم على الصفات تاع الشخصيات اللي مازالوا أول شخصية هو الرجل أو الذكر البيطة من صفاته اللطف هو رجل لطيف رجل تغلب عليه العاطفة كيف يجي ياخد قرارات رجل اللي يكون شوية خجول مقارنة بالألفة الألفة اللي قلنا ما يخافش وكيف يقوله بالجزيرة يصدم يعني ف يروح يفنس الرجل اللي بيطة شوية يتردد عنده خوف تردد أنه يقوم بعض الأشياء أو أنه مثلا يطلب علاوة في العمل يتقدم المنصب عمل شوي عالي نوك ريح يتردد ويتساءل عدة أسئلة قبل ما يعمل الحاجة مثلا أنه البيطة ما تلقعش يتجرأ ويطلب رقم هاتف امرأة تعجبه مثلا خاصة يعني برا يعني في المجتمع يعملوا بطريقة متخفية يعملوا كيف يكون واحده عكس الرجل الألفة حاجة ما تحبسه حاجة ما تخوفه يلف ما يلف مع كلاس عكس الرجل الجامة اللي رح نحكي عليه من بعد دونك الرجل البطاء رجل مسؤول معتدل الشخصية لكن يشعر بسهولة بالإحراج نقدر نقول نوع من قلة الثقة رجل البطاء هو رجل قليل وين يحكي في اجتماع يحكي لكن تلقى ديما تابع للرئيس رئيس العمل اللي في العادة يكون ألفة الرجل البطاء عنده القدرة أنه يحكي على أعماله إنجازته اللي تكون ناجحة لكن يفضل أنه يتجنب هاد شي ويفضل الاختفاء وراء الاختباء بلتو وراء الرجل الألف اللي عادة الرئيس في العمل هذا في العمل في العمل في الحياة التاني تلقى في جماعة تلقى مع صحابه تلقى يفضل يفضل يحكي وينكتو يضحك ويتو تلقى يضحك مع همتو دو تلقى عنده ستيل عادي غير ملفت للنظر تع النساء عكس كما حكينا من قبل الرجل الألف اللي يكون شوية في الأكسترام وليكون يعطي قيمة كبيرة للشكل ومظهره دونك رجل البيت رجل متواضع عادي كما جاء الكثير اللي نعرفوهم فتلقى أب أخ ابن ابن عم رجل الجامة رجل الجامة انطوائي ورجل انطوائي يفضل الوحدة سيغار وينتسمع وينتسمع صوته يكيد جوستي وصل صوته الرجل الجامة هو رجل الذكي نوعا ما لكن طموحه على قده الرجل الجامة ما يحاول شي ينجح أكثر ورجل كاتوم جدا هو من الرجال اللي حبو ينجحو كيما نعرفو بزاف معنو غزمان في مجتمعاتنا الرجال اللي حبو ينجحو بلا ما يخدمو أو بيدون بدل المجهود وحب ينجح وحب يكسب وبعد يقول يلوم تلقى يفشل معملش مجهود باسي نغمال أنه يفشل وكيف يفشل تلقى يلوم آه ظهر الحض طياء ما عنديش حض آه عملولي سحور سوخته نارجمان متداول بكاترة يغيروا مني يعملولي يعرقلوني هو مسألة تعمجهود والرجل الجامع رجل يكون ديما متفق مع رؤسائه يقول لهم داكور فمتفق معهم في كل شي هو رجل يتبع رؤساء تاعه يجي من بعض الألفا ومن بعض البيتا الرجل الجامع انفرادي ما يهمش وش يقال عنه ما يهمش إذا قالوا عليه أي حاجة يعني أنه نجح نفشل ما يهمش هو انفرادي يحب الوحدة تاعه وما يهموش ما يقال عنه كيف في العلاقات الرجل الجامع كيف يقع في الحب بسهولة وكيف يحب يكون من النوع المطارد أكره نوع عند النساء وعلى سيدي يعني يكون يجري مرة المرة يكره في معيشتها ومعيشت معيشتها رايح يلصق فيها ويتشبث بالآخر بصفة مبالغ فيها حتى يخلي الطرف الآخر يكره وفي وفي الغالب تلقى يحط الطرف الآخر سورا بيديستال كأنه يحط على منصة يتخيل شخص مثالي جدا في الأغلب الرجل الجاما تلقاه وحيد يحصد عدة خيبات عاطفية سيش بي دي الرجل الأوميغا هو مزيج بين الألفا والبيتا لكن الأوميغا يمل الهيمنة بكثرة في العلاقات هو رجل شديد يرفض رفض تايما أنه يتحكم فيه خاصة إذا كانت المرأة يتحكم فيه يحب هو يتحكم في الناس كاملة ولو أنه المرأة كيف تكون يعني متفقة مع هاد النوع وعندها بعض صفات وعندها نوع مغاير من الشخصيات اللي يتقبل هاد هاد النوع من التحكم المفرطة المفرط مش تحكم عادي تقدر تكون معها في علاقة سعيدة وناجحة الرجل الأوميغا هو رجل جد مسؤول يعتمد عليه بكثرة منين تكون يجيبها في حال كما نقول عندنا في الجزائري يعني منين تكون يجيبها عادة يبدأ يعمل مثل صغر هو رجل مش من ناس اللي عملوا دراسات عالية وكل شي لكن ناجح رجل اللي يأمن حاجات كثيرة للمرأة وبالمقابل يطلب منها حاجات أكثر هو من نوع تعرجلة اللي يكونوا متطلبين جدا ومتحكمين جدا يعني وقتش ساعة لتدخل وقتش تخرج وقتش مع ما ش كنت تكلم بصفة مبالغ فيها جدا من أولي يوليته أنه يأمن حياة مستقرة للمرأة العائلته كما قلت أنه يكون مطلب بكثرة الأوميغا تاني هو انفرادي وما يحبش الانتماء للمجموعات نكمل الكم الدلتا والسيجما في البودكاست اللي جاي معتوا تسويت